لحظة إعلان الفائزين يتشرف أن نسمعها مع شيخنا الكريم شيخ الكريم إعلان الفائزين الثلاثة للحلقة الأولى في تراتيل رمضانية بسم الله أولا أحب أن أنبه إخواني وأبنائي وبناتي ليس مع القرآن خاسر وليس مع القرآن من يخرج وإنما كلنا رابحون إن شاء الله تعالى فما أحد يصاحب القرآن الكريم إلا وهو رابح وما هذه المسابقات إلا لتنشيط الهمم وليسعى الإنسان إلى الأكمل والأفضل أما أن يكون إنسان مع القرآن ويخسر فهذا غير موجود أبدا فهكذا أشياء دنيوية لرفع الهمة وإلا فإن شاء الله كلنا مع القرآن فائز فأبشروا جميعا بارك الله فيكم أما من حيث القراءات التي سمعناها في حلقة اليوم فأنا أسأل الله أن أكون قد وفقت في حكبي فالثالث في هذه الحلقة الثالث هو الإبن ياسر الحريري من لبنان إذن الفائز بالمركز الثالث من لبنان هو ياسر أحمد الحريري ويحصل على هدية مقدارها 500 ريال سعودي سيتم التواصل معه بإذن الله من فريق القناة قريبا بإذن الله تعالى في الأيام القادمة والفائز الثاني من يا شيخنا؟ الفائز الثاني ابنتنا نسيبة فاروق مهيوب من اليمن الفائز الثانية في الحلقة الأولى لتراتي الرمضانية هي نسيبة فاروق مهيوب من اليمن وتحصل على جائزة مقدارها 1000 ريال سعودي 1000 مبروك شيخنا الكريم من يا ترى؟ هو الذي قد فاز بالمركز الأول في هذا اليوم ويترشح معنا إلى الحلقات النهائية الفائز الأول أخونا محمد أبو بكر إبراهيم من الصومال إذن الفائز بالمركز الأول لحلقة تراتي الرمضانية الأولى هو من الصومال محمد أبو بكر إبراهيم ما شاء الله تبارك الله بإذن الله سيحصل على مبلغ 1500 ألف ريال سعودي مبروك 1500 ريال سعودي سيحصل عليها محمد أبو بكر إبراهيم فرحت معاك يا إبراهيم فضعفت المبالغ وأبعاف المباركة ألف مبروك أخونا محمد إبراهيم وألف مبروك وأنه سيبة فاروق مهيوب وكذلك ياسر أحمد الحريري يتأهل معنا للتصفيات النهائية في آخر شهر رمضان الفائز بالمركز الأول محمد أبو بكر إبراهيم ويفوز ب1500 ويترشح كذلك لختام والمنافسات الختامية إن شاء الله في نهاية شهر رمضان والمباركة